الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى أله وأصحابه المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أصحاب الفضيلة والشيوخ والعلماء والباحثين الأجلة الضيوف الكرام من السنغال وغيرها السادة الأعزاء أفراد عائلة المشرف الجليل لهذه الندوة الميمونة وعلى رأسهم فدرة الشيخ محمد الماحي بن سيدي أبي بكر المستنى الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما بعد يسعدنا أن نرحب بكم في هذه الدورة الخامسة من ندوة مدينة باي الدولية التي تمثل بالنسبة لنا فرصة لجمع خيرة أهل الفائدة التجانية الإبراهيمية لمدة يومين لتأمل في تعاليم سيدنا وسندنا والاختراح حلول مستمدة من أعماله لمعالجة المشكلات التي تعاني منها مجتمعتنا اليوم أيها السادة إن الموضوع الرئيسي للندوة هذا العام هو التراث الروحي والفكري للشيخ إبراهيم رضي الله عنه وتندرج تحته موضوعات فرعية كما هو مفصل في المذكرة التعريفية والتي ستسمح لأعداء اللدنة بفحص كتابات وجهود الشيخ إبراهيم نيس الدعوية على امتداد إفريقيا والعالم أجمع وإن اختيارنا للأبي الروحي الشيخ سرينبي نيس له ما يبرزه من علاقته المميزة مع إمام الفيضة كأخ في الدم والروح وما سجله بأحرف من ذهب في السبق والسبات والصدق والإخلاص والمحبة على صفحات الفيضة الأمر الذي أهله لحمل اللواء تلامذة أخيه رضي الله عنهما وهو مشهور بعلمه الغزير وثقافته الواسعة وقلمه الفياض ترك بصماته التي لا تمحى وتميز بمساهماته المتعددة الأبعاد في الأسس النظرية لمدرسة الفيضة فضلا عن دوره كحامل اللواء المريدين إلى جانب الشيخ نفسه والنقرأ هذه الكلمات المأخوذة من إحدى رسائله إلى الشيخ المكتوب في 12 دل حجة عام 1390 هجريا الموافق 12 فبريار عام 1971 ميلاديا والنصها الحمد لله بجميع محامده والسلامان على خير عباده وعلى آله وصحابته وصحابة أنصار دينه وقوات جهاده أما بعض فإلى جلالة سماحة فخامة الشيخ الإسلام ومفتي الأنام شيخ الطريقة ومرجع أهل الحقيقة الزعيم الروحي سيدنا وولي نعمتنا ومحل ودنا وثقتنا ومناطئ آمالنا حياة أرواحنا وقوة أجسامنا مولانا الحاج إبراهيم التجاني ابن الشيخ الحاج أبد الله أسماء لم تزده معرفة وإنما لذة كتبناها سيدي لابد مما لابد منهم وإذن لا يسعني إلا أن أعبر لسيادتكم خالص الشكر والتقديري واغتباطي لخدماتكم الجليلة ومساعيكم النبيلة التي تؤدونها للعالم الإسلامي وخصوصا تجاه كاتب الحروف سيدي أشكرك كل وقت وزمان وفي كل لحظة ولمحة ومعلوم أن والدنا توفي في سن ما قبل البلوغ واختارك الله لنا والحمد لله وكنت آنذاك لا عقل لي ولا تدبير وبالرغم من ذلك كنت ألتقي كلمات من الوالد مع صغري مهدت لي الطريق إلى صحبتكم فربيتني وحملت عبعي الثقيل على كاهلك الوطيء وأخلاقك العظيمة وربيتني واسقفتني بجهد وعناية كاملة وبالغض عن نقائسي وعلمتني حتى رزقني الله من العلم الظاهري ما رزقني ثم لم تزل بفضلك تسايرني ولم تألو جهداً حتى ربيتني حتى وصلت إلى الله بشهود لا بشهادة وبوصول لا بمواصلة وبتخلق والتحقق حتى زحمت العارفين بالركب وناديتهم شفاءاً بشفاء والحمد لله في الأولى والآخرة وهذا خلاف ما فعله بعض الإخوة الكبار وبعض الإخوة الصغار وحالي يقول دائماً وإن تعود نعمة الله لا تحصها هذا ومن جهة أخرى وفي مرة أخرى ولكم من مرات قبلها قطع لي تذكيرة التائرة المريد الصادق والوفي والأهد سيد محمد ديكو ابن المغفور له يوسف الكشناوي ببركتكم جزاه الله عنها خيراً ووقاء ضيراً كما تبرع السيد المقدم الأول من مبلغ قد لا تقل عن سمن التذكيرة كل ذلك منك وإليك وعلاوةً على ذلك فالولد البار الحاج عبد الله سمي الشيخين قام بجهد وعناية في شؤوني بارك الله فيه وطول عمره في طاعته آمن وحقق رجاءنا فيه وفي غيره كما كتبت بتلك الإشارة أوان طفوليته وعند الطواف والسعي حماني ودافع عني الولد البار شيخ تجاني إبراهيم إفاضتك منك إليك وأنا بدوري لم أقف موقفاً إلا وقدمتك في الدعاء قبل أن أطعو لنفسي وأسأله بجاه نبي حبيبك أن يعطيك المراد في الدين والدنيا ويحفظك لنا وللعالم الإسلامي ويحفظنا لك وأتمثل بقول الشاعر إذا سفى لك من زمانك واحد فهو المراد وأنت ذاك الواحد وعلينا أن نقول لك دائماً عفواً يا شيخ فنحن لا طاقة لنا بمكافأتك أو على القيام بالشكر الواجب والخدمة الواجبة نفع الله بهم العبادة وأخصب البلاد وأسعد بقيادتكم العالم الإسلامي والسلام العالمي آمين إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عبد إحسانكم وخادم أعتابكم أبو بكرين المستنى ابن الشيخ الحاجة عبد الله التجاني وأخيراً لا يزال مشروع كتابة التاريخ العام للفيدة قيد التنفيذ ولقد قمنا للتوي بإصدار الكتب الآتية نيل المفاز بالعود إلى الحجاز ترجمة فرنسيا ديوان جبر الكسر الشيخ إبراهيم ومطهر القلوب للحاجة عبد الله الكبير وكذلك التلخيص المعاني في سنية طريقة الختم التجاني الشيخ إبراهيم وهو جاهز وفي انتظار النشح ونسأل الله عز وجل أن يمد في عمر الخليفة وإخوانه وإخواته لسيما أخالنا الجليل رئيس الجمعية والإمام الأكبر والمتحدث الرسمي الشيخ محمد الماحي وجميع أركان الفائدة في سنغال وخارجها ونجمنا للجميع ندوة سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله لونجا الله لسنير دمون que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le prophète محمد صلى الله عليه وسلم إمنence les chيوخ illustres savants et chercheurs distingués invités du Sénégal et d'ailleurs chers membres de la famille de notre illustre parrain que la paix d'Allah soit sur vous nous sommes heureux de vous accueillir à cette cinquième édition du Symposium international de Medina Bay qui est pour nous une opportunité de réunir la crème de la Fayda l'élite de la Fayda pour se pencher sur les enseignements et méditer sur les enseignements de Cheikh Ibrahim et proposer des solutions tirées de son oeuvre aux problèmes qui assaillent nos sociétés modernes le thème central de cette année est le lecte spirituel et intellectuel de Cheikh Ibrahim thème subdivisé en sections et sous-sections qui seront traités par nos éminents panélistes j'en ai profité pour vous lire une lettre adressée par Cheikh Salim Baïdi au Cheikh Ibrahim en 1911 une lettre empreinte d'amour d'affection et d'allégeance à son frère et maître Cheikh Salim Baïdi dans cette lettre il est connu que notre père nous a quittés alors que nous étions encore enfants et c'est Allah qui vous a choisis pour nous louange à Allah et à cette époque j'avais ni discernement ni planification pourtant j'ai très tôt remarqué de mon père des indications même dans ma jeunesse qui m'ont guidé vers votre compagnie vous m'avez élevé vous avez porté le lourd fardeau sur vos épaules généreuses et votre noble caractère vous m'avez éduqué avec un effort et une attention complète sans vous lasser de moi malgré mes défauts vous m'avez enseigné jusqu'à ce que Dieu me bénisse avec la connaissance extérieure puis par votre grâce vous avez continué à me guider et à cheminer avec moi sans aménager aucun effort jusqu'à ce que je parvienne à Allah par la vision non pas par le témoignage mais par la parfaite arrivée par la conduite et la réalisation jusqu'à ce que je rejoigne la caravane des grands connaisseurs et jusqu'à le témoignage cela contraste avec ce que certains de nos aînés certains des aînés ont fait avec certains des plus jeunes et à lieu de continuer pour dire au terme de cette lettre nous devons vous dire pardonnez-nous au chèque car nous ne sommes pas capables de vous récompenser ni de vous exprimer la gratitude qui vous est due ni le service qui vous est dû que Dieu vous utilise pour ses serviteurs enrichissent notre pays par vous et apporte la paix dans le monde islamique et dans le monde entier et il signe la lettre en écrivant Aboubakar Moussanna le gardien de votre portail et celui qui a été asservi par vos bienfaits j'ai aussi terminé mon entame en arabe par parler du projet de l'écriture d'histoire générale de la Fayda et le projet de vulgarisation et de traduction des oeuvres de Cher Ibrahim nous venons de publier le Nelul Mufaz la moisson du succès qui relate le second plénage de Cher Ibrahim on vient de publier la traduction française on a fini aussi la traduction en français du Diwan de Cher Ibrahim la résorption de la fracture le purificateur de coeur Moutahir Al-Kouroub écrit par Al-Hajab d'Agnis Al-Kébir a été aussi traduit en français mais nous attendons aussi instantanément la sortie d'un ouvrage de Cher Ibrahim qui n'a jamais été publié le sommaire des sens sur l'orthodoxie de la voie du Sotijani qui sont fin près nous implorons le Tout-Puissant d'accorder longue vie au Khalif à ses frères et sœurs notamment à notre vénéré oncle et président de la Jemette Ansardine à l'imam au porte-faroude de la Hadra ainsi qu'à tous les piliers de la faïda au Sénégal et au Dala bon symposium assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à l'Ashi au Sénégal il Facebook à l'uring